تترقب معظم بلدان العالم موسم الأمطار بلهفة لما سيضيفه من بهجة عبر ري الأراضي وسقي المزرعات ورفع مناسيب المياه في الأنهر والأحواض إلا أن الوضع في العراق مختلف تماما حيث تنتاب سكان عدد من المحافظات حالة من الضيق وهم يستذكرون ما يحل بمدنهم بعد كل زخة مطر من غرق للشوارع وطفح للمجاري أما الحكومات المتعاقبة في بغداد فلطالما تلجأ إلى الحل المتاح بين يديها وهو إيقاف العمل الرسمي في عدد من المؤسسات وتعطيل الدوام في المدارس والجامعات في محاولة لا ترقى إلا أن تكون ترقيعية وذلك للتغطية على عزها وفشلها الذي عم كل المفاصل الخدمية والأمنية ورغم تأكيد المركز العالمي للدراسات التموية على قدرة الاقتصاد العراقي في أعمار البنى التحتية في البلد عبر استغلال إرادات النفط فقط أو توفير بيئة لجلب الاستثمارات الأجنبية إلا أن الفساد المستشري والروتين جعل من العراقي بلدا خاليا من أي خدمات وأوضح المركز العالمي للدراسات التموية أن قانون البنى التحتية الذي تقدمه الحكومات في العراق ما هو إلا محاولة لتشريع قانون يتيح لها اقتراض مبالغ مالية طائلة لن يكون مصيرها إلا الضيع والذي تسبب في إهدار أكثر من 350 مليار دولار هي فائض الموازنات العراقية في ظل غياب الحسابات الختامية منذ عام 2003 الحكومات المتعاقبة بعد العام 2003 والتي أرسى الدعائم الطائفية والعرقية في البلاد لم تعتمد الأمانة والكفاءة مفهوما للسلطة رغم تبنيها شعار تجربة ما سمي بالحكم الديني الجديد ترجمة نانسي قنقر